لا يوجد فوضى في الإعلام بوجهة نظري هناك توجيه ليكون فوضيويا يؤدي إلى غاية أو يكون منظما يؤدي إلى غاية فوجهة نظري اليوم أن الإعلام ممنهج وأنا سمعت كلمة يوم الأيام من أخي وصديقي رسالة محمد سلام أبو فيصل قال الإعلام يبني بيوتا لا عمادة لها الإعلام يبني بيوتا لا عمادة لها ويهدم بيت العز والكرم وكان سابقا العلم اليوم الإعلام وبالتالي نحن اليوم لدينا معارك إعلامية ولدينا ضحايا في الإعلام ولدينا جرائم إعلامية وهذا بيحتاج إلى كثير من الوعي والحذر